وينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم وزارة شبابي ورياضة حسام حسن سيد حسام ورحبك معنا إلى هذه النشرة يعني بمناسبة هذا اليوم اليوم العالمي لكرة القدم كيف تقيم وقع الكرة في العراق أهلا ومرحبا سيزين تحياتي لك وكل مشاهدي قناة الحرة عراق بالتأكيد كرة القدم لم تعد مجرد كرة جلدية تتقاذفها الأقدام كرة القدم خصوصا في العراق لها حضور مميز وهي قضية بحد ذاتها كرة القدم هي التي وحدت شعب العراقي والكل يتذكر عام 2007 عندما كانت أتون الحرب الطائفية والوضع المتأزم الأمني عندما نال العراق كأس آسيا لكرة القدم يعني خرج العراق من شمال إلى جنوب ويحتفل بهذا الحدث الكبير وبدل من أن تتوجه البنادق إلى صدور المواطنين بعضهم البعض توجهت إلى عنان السماء لتطلق إطلاقات الفرح حبكي هاجن بهذا الفوز الكبير إذن كرة القدم جدا مهم في الوضع العراقي خاصة وإلها شعبية كبيرة وإلها تمام كبير سواء من قبل الدولة أو من قبل الناس مثل ما تعرفين الملاعب الشعبية تنتشر في العراق بشكل كبير أشبه بالبرازيل وهذه الفرق الشعبية والملاعب الشعبية هي التي أنجبت خيرة نجوم الكرة العراقية الدور العراقي الآن في أبها حلة دوري لا ليقة المرتبط بعد التعاقد مع الدوري الإسباني بإشراف مختصين كبار وهناك نجوم ومحترفين في الدور العراقي وهناك اهتمام من قبل مختلف الأندية بالإضافة إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية الوزارة أيضا داعمة لهذا الموضوع موضوع كرة القدم وخصوصا في صفوف الشباب قبل أيام احتضلنا في وزارة الشباب والرياضة قرعة الفرق الشعبية أكثر من ألف فريق من مختلف أنحاء العراق سيشاركون ببطولة لها دعم خاص من دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني كان هناك اهتمام كبير على أعلى المستويات بهذا الحدث ومثل ما تعرفين أيضا هناك المجلس الأعلى للشباب الذي يرأسه أعلى شاء وأرفع شخصية في الوسط السياسي وهو رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى أيضا للشباب سيد خسام لأن هناك اهتمام كبير بقضية الشباب والرياضة وكرة القدم أيضا هذا الاهتمام هل ينعكس على كرة القدم النسوية أيضا في العراق كيف تقيم حجم مشاركتهم أيضا على مستوى البطولات العالمية الدولية نعم بالتأكيد كرة القدم النسوية لها اهتمام خاص أيضا ولكن في هذا الجانب الخط التبايني أحيانا يصعد وأحيانا ينزل في فترة قبل سنة تقريبا كان هناك منتخب لكرة الصالات منتخب عراقي شارك بمجموعة من اللاعبات المتمكنات وخصوصا من قليم كردستان أيضا الأندية عندنا أندية من بغداد وأندية من بقية المحافظات ومن قليم كردستان وكان إلى حضور مميز هذا الفريق وقدم لعبات عندنا محترفات حاليا لعبا بالدور السعودي وهذا دليل أنه الكرة النسوية بدأت تتطور هناك مشاركات خجولة ربما تكون للمنتخب الوطني بسبب قلة المشاركات الخارجية هي ليست مثل المنتخب الوطني أو المنتخب الأولمبي أو المنتخب الشباب ولكن أيضا هناك مدربين وهناك اهتمام من قبل الدولة ووزارة شباب والرياضة اللجنة الأولمبية التحاد كرد قدم للرياضة النسوية بشكل عام ولفريق كرد قدم بشكل خاص هل هناك خطط أو استراتيجيات معينة لدى وزارة الشباب والرياضة لحصر ظاهرة الشغب التي تحدث في الملاعب خاصة عقب المباريات الرياضية ظاهرة الشغب هي ظاهرة عالمية سيد زينة مثل ما تعرفين خيرة الملاعب بالعالم يعني تحدث فيها وتحدث أحيانا أحداث لم تحدث في ملاعبنا هي ظاهرة طبيعية ولكن هناك توعية من قبل إدارات الأندية عن طريق روابط المشجعين وزارة شباب والرياضة وبالتوجيه خاص من معالي الوزير الدكتور أحمد المبرقع استضافين أكثر من مرة مسؤولية روابط المشجعين وكانت هناك جلسات لهم وحثهم على أن يكون تججيع بشكل أمثل لأسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الكرة العراقية في كأس الخليج خليجي 25 نجح نجاح كبير والذي لجحها أيضا الجمهور كان عامل كبير في هذا الجانب أشاد بيه حتى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي اللي أعجب بالجمهور العراقي وبعدها مباشرة رفع الحضر عن العديد من الملاعب العراقية وبدأت الفرق العالمية تجينها أيضا منتخبنا الأولمب تأهل إلى نهايات دورة الأولمبية المقبلة في باريس وهذا بحد ذاته إنجاز كبير أيضا للكرة العراقية والاهتمام على كافة الأصعدة في هذا الموضوع والجمهور بلا شك هو عامل كبير في دعم الفرق في تحفيز الفرق واللاعبين على الأداء الأفضل وفي نجاح البطولات لو لا نجاح الجمهور العراقي لما أنيطت بالعراق مهمة تنظيم تصفيات كأس العالم أيضا احتضلناها على أرضنا وكان هناك عجاب كبير بالجمهور العراقي حتى الذي شارك في بطولة كأس آسيا خارج العراق كان عجاب كبير بالحضور العراقي المميز إذن كرة القدم لها حضور كبير ومميز وشعبية كبيرة في العراق وإن شاء الله نجاح المتواصل لفرقنا وله الدعم الكبير من الدولة ومن الوزارة من كافة الجهات الرسمية ومتنى كثيرا لك على تواجدك وحضورك معنا من بغداد المتحدث باسم وزارة الشباب ورياضة حسام حسن شكرا جزيلا لك سعيدة برؤية كاميرا أخرى